احنا وصلنا الوقت على نهاية البرنامج وصلنا الفقرة اسمها صور ولها تاريخ هنعرض بعض الصور وهتحكي بسرعة لانه دست عندنا فقرتين تانين وفقرتين تؤال اين الصورة الاولينية دي؟ دي الصورة دي منتخب مصر في المانيا كنا عملي معسكر في المانيا والصورة دي لو نبدأها مثل اكرامي هنا على اليمين جانبي عادل عبد المنعم جانبي مجد عبدالغاني جانبي طارق سليمان جانبي فتح نصير جانبي علاب جريشة جانبي الدكتور خطاب فؤاد عن متعال بتاع الاخصائي العلاج مختار والصي بقى مختار وعليش حتى دا ولا محمد عمر خطيب وخطيب وعادل مأمور تحت عادل مأمور بقى شوق غريب وجمال عبدالله وحازم وربيع يسين والسويسي السويسي دا كان بلعب في الاولمبي واحمد عبد الحليم واحمد عبد الحليم زمالك محمد صلاح محمد صلاح زمالك مهر همام وعليش حاتة هو رغباء اه بصورة تانية دي صورة تانية برضو نفس الحكاية دي نفس المجموعة كنا في المانيا دي في ماتش وماتشات برضو معسكر منتخب مصر بس فيها حليم وهو وإكرامي في المصر اللي بعده دي صورة النادي الأهلي في مصر فوق على في الخطيب في مصطفى يونس كابتن فؤاد شعبان الله ارحمه كابتن هيدوكوت الله ارحمه كابتن سمرات الله ارحمه فاتح انتصير عن صاحب عبد مانعم محصن صالح جمال الجندي جمال الجندي يا الله ارحمه انا كابتن مصطفى عبد ونجم النجوم وبعدين تحتيه بقى في مختار وصفت وحازم وماهر حمد الجمعة وحمد الجمعة وجمال جودة وجمال عبد حميد متحط رمضان فوز سكوتي وبعدين هنا جمال جودة الاولاني اه اللي على اليمين وعلى مجد عبد الباني بالشنب بتاعه الهدى نبيه وعلى محمد عامر كرامي سابت احمد عبد الباقي كابتن فاتح مبروك خلق جد الله لبعده دي صورة بقى فيها التلاتة اللي فوق بعضك كابتن سمير زاهر وبعدين كابتن رفع الفنجيلي وفاتح انتصيرا دولت كانوا يعني الناس من عندهم من ضميات بس انا بدي النمازج لكابتن رفع الفنجيلي وكابتن سمير زاهر ان دولت كانوا من الناس اللي يعني الواحد بيعتز بيهم وكانوا قمة الاحترام لنا وللناد الاهلي اللي بعده دي صورة منتخب مصر واحنا بنسخن قبل المباراة وكانت مباراة الجزائر اللي كسبنا فيها وروحنا لأولمبيات اللي بعده اللي بعده دي نفس لا صورة في ماتش تاني وفيه مثل بين الخطيب بيتكلم وهو مع الفرقة بصفته وبعدين فيها مجد عبدالغاني في الشنة هو سبت البطل وعالش حاتة ومختار مختار اللي بعده ده كابتن محمد لطيف ومعي أنا في النص وكابتن محمود عثمان يعني أبو حكمنا الدولي اللي موجود دلوقت المحلل كابتن سمير عثمان اللي بعده دي صورة في المباراة الدولية كمرائبة وكوشة اللي هو مدرب أحسن لاعب او تعمل كان في أفريقيا وكابتن منتخب نيجيريا اللي بعده دي الصورة دي كانت في كلومبيا الملعب ده تم افتتاح فيه كاس العالم للشباب اللي كان فيه صلاح والنني واحجازي والمجموعة دي كلها وأنا نزلت بالنظرة كابتن مصطفى قلت لهم الجول ده مش مظبوط بالنظر بالنظر وبعدين جابوا القياس فعلا طلع انه مش مظبوط ومش مظبوط يعني ايه؟ يعني طلع صغير طلع السبب ايه؟ انه هما لما جابوا الحشيش الصغير البلطات دي فردوا فالحتى دي مش عايزين هتباني قدام الجون حطوا اتنين فوق بعض فالتنين فوق بعض خلاص الجول بقى صغير كده اللي بعده؟ ده صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد قال نهيان حاكم دولة الامارات العبرية المتحدة في احد اللقاءات بصفة راجل محب لمصر ومحب للرياضة ومحب الكرة القدم اللي بعده؟ شيخ سعيد بن زايد اللي تكلمني عليه لما كان الخطيب وقال له تعالى في المقصورة ما كانش يلابس فاحنا قاعدين من الناس اللي محمد اللي بعده؟ ده صورة كأس افريقيا وبصفة انا كنت جيرا كوردينيتو منسق عام بطولات افريقيا المصر الوحيد او العربي او الافريقي الوحيد اللي قد عشر بطولات كأس امم افريقيا جيرا كوردينيتو منسق عام وانا اللي بكون الكأس مفروض تبقى وحدتي من اول مقدم من الكاف هنا الى ان ينتهي في صاحب الفريق اللي هو يفوز به اللي بعده صور بصورة على الشباب؟ دي صورة كأس العالم لما كنت في المانيا وسافرنا كان في معسكر هناك تدريبي شعر كبير ها؟ وكان الشعر كبير زي شطة اللي شوفك ولك الخطيب اللي بعده ادي ده بليه في الطيارة واحنا كنا راجعين في رحلة من الرحلات الدورات التدريبية اللي بعده؟ دي صورة في السودان في دورة في السودان سنة 95 بيعمل لهم دورة تدريبية كمحاضر للسودان دي الصورة دي بتاعت ابو كباتن آآ كابتن محرم الراغب هو كابتن فاتح انتصير ووراء كابتن مصطفى عبدو الله يرحمه ويحسم اليها يا رب المرحومة الانسانة المحترمة الرقيقة حرم الكابتن مصطفى عبدو رحمة الله عليها ده كابتن شازلي وآآ كان معاه في يوم قابلنا برضو شازلي لان من الناس اللي دربناهم ونعتز به دي آآ حسام البادري في منتخب الشباب وهو كان لسه بيلعب في ألمانيا اللي بعده؟ دي الدرع العام وكأس إفريقيا فانا كانوا معانا في كنت افتحادوا الكرة في الفترة دي وبالتالي كنت انا آآ واخد الدرع لانا حوالدين نادي الأهلي وكأس إفريقيا كان موجود هنا في مصر ككاسباه اللي بعده؟ ده مستر بابي برضو ده كأس العالم واحنا في ألمانيا في دورة المدربين وبابي جيه هنا مسك معانا تقريبا 74 لمدة سنتين اللي بعده؟ ده كابتن جويني رحمة الله عليه وهو وأنا موجود لان كنت دايما معاهم في تحضيرات أيام المنتخبات دي الصور كده خلصت خلاص تفكرتنا بذكريات لا تاريخ بها شكرا